السلام عليكم من ضمن استخدامات البيم الـ Structural Analysis, Light Analysis, Energy Analysis, Vibing Analysis اي حاجة اخرى في الـ Design الـ Sustainability الـ Code Validation الـ Code Validation بتأكد ان الشغل بتاعنا بطبق ليه الـ Code طبعا الـ Code اللي هو موجود في البدر نحن فيها موجود في مصري بقى كود المصري موجود سعودية بقى كود السعودية و هكذا لو مفيش كود دي بقى كود العالمي مثلا في الحريمة مثلا في PVA و هكذا فلازم تكون تعمل شك على الشغل بتعمل تحليل الانشاية و ده طبعا بيسهل كتير كان الاول تعمل بعد ما تعمل تصميم تروح لبرنامج اخر وتبدأ تعمل الـ 3D عشان تعمل الانالس فكانت تعمل موديل هنا و موديل هنا و موديل هنا دلوقات البيم تاخد الموديل تدخله على اي برنامج من البرامج دي يشغل معها على طول مجرد تاخد الشغل و اندخل يعني الشغل عندنا عايزين نعمل تحليل تحليل مثلا لايتنج تحليل كذا خلاص بصدر له الموديل هو يروح اعمله انبورد و يبدأ شغعه طول الـ CFD كان بياخد مثلا كذا يوم على ما يعمل النموذج بسيط كده يطبع عليه الـ CFD ما بقاش ياخد منه ولا ثانية و بياخد من الموديل جاهز بم يدخله عنده في البرنامج و البرنامج يقبله و يبدأ يشغل يعمل الاناليسيس للموضوع فاصبح الموضوع عسل بكتير و ده طبعا في مرحلة الـ Design معده استنابلاتي بيتكمل معا في الـ Design وفي الـ Conestruct ما ينفعش انحن في الـ Conestruct ولسه نشغل في الـ Light Analysis دول سرقش الاناليسيس مخلوق دول كل دول في مرحلة الـ Design بنعمل ابدأ برضو الموديل لو كتشفتها مثلا فيه حاجة فيها مشكلة نبدأ نعمديلها في مرحلة الـ Design نعمديلها في الـ Design